كمة مصرية صينية في بيكين بعد أسابيع صفارة الصين في القاهرة قالت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هيزور الصين آخر الشهر القادم ويقابل هناك الزعيم الصيني بيننا وبين الصين علاقة تاريخية إنما الصين فرصة والصين خطر عشان نكون موضوعيين الصين فرصة إن هي تستثمر في مصر وطبعا في استثمارات صينية في مصر بتواجه مشاكل يبقى لازم الحكومة وزير الاستثمار يعودوا قبل زيارة الرئيس السيسي للصين يحلوا مشاكل الاستثمار الصيني في مصر علشان ما نقضيش الوقت هناك في شكاوى القادة الصينيين من الاستثمار في مصر يبقى نحل هذه المشاكل قبل الرئيس ما يروح الأمر الثاني إن هي على قد ما هي فرصة إن هي تستثمر في قناة السويس فرصة الاستثمارات الصينية فرصة تعاون مع الصين إنما كمان في خطر من الصين نتيجة إن الصين عندها كل السلع وإنها بتصدر لكل العالم وحاليا أو لسنوات طويلة فيه تهريب للسلع الصينية الرخيصة إلى مصر اللي دمرت صناعات مصرية الصناعة الصينية المهربة إلى مصر هي اللي أضعافت صناعة النسيق الصناعة الصينية المهربة لمصر اللي دمرت صناعة الجلود كتير جدا من تهريب الصناعات الصينية أو الصناعات الصينية الرخيصة جدا جدا ضمارة الصناعة الوطنية المصرية الصين خطر لو احنا استسلمنا لتدمير الصناعة الوطنية لصالح الصين والصين فرصة ذهبية اذا احنا تعاملنا على اساس المصلحة المشتركة وعلى اساس ذات الاستثمارات الصينية في مصر يضاف الى ذلك رؤية الرئاسة المصرية ان احنا لازم ننوع مصادر السلاح سلاحنا كان امريكي وقليل جدا جدا غير امريكي ده بات الاتجاه ان سلاحنا امريكي واوروبي وروسي وصيني وربما ياباني فيما بعد تنويع مصادر السلاح حتى لو بقى اغلب سلاحنا امريكي انما يكون جزء كبير جدا من سلاحنا من دول اخرى عشان لو كتب علينا القتال خارج حدودنا الرئيس السيسي متوقع ان يكون في مناقشات عسكرية مع الجانب الصيني ابرز تطور عسكري في الصناع العسكرية الصينية هي طيارة جديدة اقوى طيارة في العالم واباما هناك وبوتن هناك الصين عندها معرض طيران ابهرت بي اوباما وبوتن انه معاملوا طيارة جديدة اسمها جي 31 الطيارة جي 31 المقاتلة العسكرية الصينية طلع تتحدى الاسطورة الامريكية اللي هي اف خمسة وثلاثين في كلام انها يكون في مناقشات عسكرية وربما صفقات بين مصر وبالصين اما وانه هناك كلام على ذلك فقطعا هتكون الطيارة جي 31 ليه اقوى مقاتلة عسكرية في العالم الان موضعا للنقاش والحوار الرئيس السيسي في الصين بعد اسابيع وفاصل ونكمل اشتركوا في القناة